شايف حضرك الصورة دي؟ دي صورة الهيكل التنظيمي للوحدات المقاتلة في حزب الله بداية من حسن ناصر الله قائد الحزب نفسه وصولا لقادة الوحدات العسكرية المقاتلة سيد المواطن اسمح لقولك ان كل القادة اللي حارك شايفهم دول وللمفروض بيمثلوا الهيكل التنظيمي العسكري للحزب الله اغلابهم اتقتل واستشهد على ايد الجيش الاسرائيل بداية من هجمات 7 اكتوبر لنفسة حركة حماس لحد النهاردة اخر عملية اغتيال فيهم كانت ضد واحد اسمه ابراهيم عقيل وده اللي تولى مسئولية رئاسة اركان حزب الله بعد اغتيال فؤاد شكر الرجل التاني بعد حسن ناصر الله واللي برضو تم اغتياله طيب هو ابراهيم عقيل ده كان مسئول عن ايه قبل توليه رئاسة اركان حزب الله كان قائد وحدة الردوان اللي تعتبر وحدة الصعقة او العمليات الخاصة في الحزب امال ميني المسئول دلوقتي عن وحدة الردوان دي؟ اقولك ان كان مسئولة عنها واحد اسمه وسام الطويل لكن هو كمان تم اغتياله ومن قبله واحد اسمه ابو حسن سمير لكن هو كمان تم اغتياله طيب وباقي الوحدات المقاتلة في حزب الله اخبارها ايه؟ لو حضرتك بتسأل على وحدة ناصر فكان بيتولى قيدتها واحد اسمه طالب عبد الله تم اغتياله ولو بتسأل على وحدة عزيز فكان بيتولى قيدتها واحد اسمه محمد ناصر تم اغتياله ما فضلش في قوات حزب الله النهاردة غير وحدة بدر اللي بيتولى قيدتها ابو علي رضا وقوات الجابهة الجنوبية اللي بيتولى قيادتهم واحد اسمه علي كاركي طيب هل بعد استشهد كل الناس اللي فاتت دي كده حزب الله خلاص يعني خرج من خدمة معدلوش لازمة معدش ينفع اللي ايجابة طبعا لا لان القادة اللي ماتوا اتصاعد بعدهم قادة تانين قائد الصف الاول اللي استشهد اتولى مكان واحد تاني من قيادات الصف التاني لكن خد بالك ان فيه هنا مشكلة المشكلة ان الجيش الاسرائيلي هو كمان فاهم كويس ان قائد الصف الاول اللي بيوع بيتولى مكانه واحد من قيادات الصف التاني فعمل ايه بقى علشان يحل المشكلة دي ويصعبها على حزب الله اكتر واكتر راح مثلا على وحدة الردوان واللي زي ما قلتلك بتعتبر قوة ضربة الحزب الله كله قوات النخبة في الحزب راح على قوات الردوان وزرع ما بينهم جسوس عمل ايه الجسوس ده نقل لاسرائيل معاد اجتماع ابراهيم عقيل رئيس اركان الحزب مع قيادات العسكرية التبعين لوحدة الردوان مساء الخير يا اسرائيل ابراهيم عقيل قاعد دلوقتي مع كل قادة واحدة الردوان كل قادة الصف الاول والتاني والتالت لحد العشر ما كانوا فين يا حبيبي قال لهم في الضحية الجنوبية في بيروت الشارع رقم كزا عمارة رقم كزا في الدور التاني تحت الارض يعني الدور الارض من العمارة اللي هو الجاراج حزب الله كان عامل غرفة اجتماعات سرية تحت منه بدورين بتاع عشر ولا خمستاشر متر تحت الارض فما كان من الجيش الاسرائيلي الا انه بعد طيار ايف 35 ضربت العمارة نفسها علشان تكشف الجاراج وبعدين ضربت الجاراج بالدورين اللي تحته بسواريخ تقيلة هدت الدورين على دماغ ابراهيم عقيل هو بكل قادة واحدة الردوان اللي معاه وبكده تكون اسرائيل مش بس تخلصت من قائد الصف الاول لوحدة الردوان دي تخلصت من كل قادة الوحدة بداية من الصف الاول لحد الصف العشر وده معناه ان ايا كان العنصر اللي هتولى قيادة واحدة الردوان من بعدهم مش هيبقى بنفس الخبرة والكفاءة للقادة اللي تم اغتيالهم وبالتالي تبقى اسرائيل قدرت تضعف من كفاءتك القتالية قدام قوتها وهنا اربع دروس لازم نتعلمهم من عملية اللي اغتيال دي اول درس وهو انه بلاش يا جماعة نعمل اجتماعاتنا او مراكز قيادتنا وسط المدنيين اسرائيل علشان تضربك وقعت عمارة كاملة طيب المدنيين اللي كانوا في العمارة زنبهم ايه هل نلوم اسرائيل لوحدها على حياة المدنيين اللي راحت انا هلومك انت انت اللي راحت برجلك تعمل اجتماعاتك تحت عمارة كلها مدنيين اما الدرس التاني اللي لسه حزب الله لحد النهاردة مش قادر يتعلمه ولا يقتنع بيه هو ان الحزب مخترق يا جماعة المخابرات الاسرائيلية عايشة معاهم جوا الحزب انا اكاد اجزم والعلم طبعا عند الله لكن احنا بنحاول نستخدم الشواهد اللي قدامنا اكاد اجزم ان اسرائيل عارفة مكان حسن نصر الله وتقدر تغتاله وقت ما تحب الا ان السبب ما اسرائيل لسه مقررتش اغتيال حسن نصر الله وبرضو اكاد اجزم ان اسرائيل اللي قدرت تغتال اسماعيل هنية في مبنى تابع للحرس الثوري الايراني موجود في قلب القصر الجمهوري اللي بيعيش في رئيس ايران كانت تقدر تغتال رئيس ايران نفسه واذا كانت اسرائيل قادرة انها تخترق مبنى الرئاسة الايراني وتتجاوز كل الخطوط الدفاعية للحرس الثوري الايراني بالسهولة اللي كلنا شفناها في اغتيال اسماعيل هنية فانا برضو بقولك ان اسرائيل تقدر بكل سهولة انها تغتال اية الله خامنئ المرشد الاعلى في ايران حد من حضركم يقول انت ازاي انت بتقول ايه انت بتخوفنا ليه اقولك يا حبيبي انا لا بخوفك ولا عايز اخوفك ولا عايزك تخاف انا بتكلم معاك بالورقة والقلم اغتالو لك اسماعيل هنية جوه الاسر الجمهوري بتاعك وحضرتك معرفتش حتى توبض على الانرفز عمارية الاغتيال يعني حضرتك فشلت في تأمين حدودك البرية فعناصر المخابرات الاسرائيلية دخلوا اراضيك وبعدها حضرتك فشلت في تأمين اسر الرئاسة اللي موجود في رئيسك الجمهورية فعناصر المخابرات الاسرائيلية جابوا منصة السواريخ وطلعوا بيها الجبل ويسبتوها فوق قمة الجبل وفضلوا قاعدين مستنين اسماعيل هنية يروح ويدخل قوضة نومه وبعدها ضربوا بالسواريخ وقتلوه وبعدها شالوا منصة السواريخ ونزلوا بيها من فوق الجبل وخرجوا من ايران كلها وانت مش هنا انت مش موجود ووجودك كان زي عدمه سيد المواطن الساروخ اللي اتضرب على اسماعيل هنية ده كان بكل سهولة ممكن يتضرب على رئيس ايران نفسه يومها كان موجود في مبنى على بعد 700 متر بس من قوضة نوم اسماعيل هنية فانت يا بشا مش بس مخترق ده انت ضايع وللأسف بعد كل ده لسه مش قادر تقتنع انك مخترق حتى بعد ما اسرايلي اخترقت اجهزة البيجر وفجرته واخترقت اجهزة اللاسلكي وفجرته وقتلت ستة من اصل تسعة اللي هم قيادات الهيكة للتنظيم الحزبالله بعد كل ده رايح تجمع لكل قيادات وحدة الرضوان اللي هي اهم وحدة قتالية بتمتلكها رايح تجمعهم لكلهم في وضع واحدة تحت الارض طب انا رادي زمتك هتلي زابط مخابرات واحد اين كانت جنسيته ممكن يوافق على اللي انت عملته طي الدرس التالت النتيجة الوحيدة الملموسة على الارض من حرب غزة هي ان قطاع غزة لم ولن يعود كما كان انقطاع تسوا بالارض اكتر من مليون ونص مواطن غزاوي مشاردين في القطاع من شماله لجنوبه ومن جنوبه لشماله اكتر من خمسين الف شهيد وفوق المية وخمسين الف مصاب وكل ده لان حركة حماس دخلت في حرب غير متكافأة لا بتمتلك نفس القوات التدميرية اللي بتمتلكها اسرائيل ولا حتى وفرت اقل سبر للحمال للمدنيين اللي عايشين في قطاع غزة فكانت النتيجة الاف الشهده عشرات الالاف من المصابين تدمير البنية التحتيها بالكامل واخيرا قرار اسرائيلي بعزل لشمال غزة بداياتا من الممر النيتساريم وتحويل القاعدة عسكرية مغلقة ده لحد امتى يا باشا الكلام ده قالك لا خلاص كده احنا قصينا شمال غزة وهنحاول المنطقة عسكرية للابد غزة مش هيتبقى منها غير نصها التحتاني فانت النهارده كحزب الله رايح تكرر نفس اللي حصل في غزة عندك في لبنان سيد المواطن انا قلتلك في الحلقة اللي فاتت ان اسرائيل لو ضربت لبنان هتضربها لعمق 30 كم علشان تعمل منطقة عزلة تحمي بها مستوطنات الشمال المعلومة دي انا قلتها لك قبل ما اسرائيل تضرب جنوب لبنان مبارح بقى وبمجرد ما اسرائيل بدأت تضرب جنوب لبنان حصل نفس اللي قلتلك عليه اسرائيل ضربت جنوب لبنان لعمق 30 كم بداية من الحدود وصولها لامتداد نهر الليطاني طيب ضربت ايه في المسافة دي؟ ضربت 290 هدف لحزب الله ما بين منصات صواريخ ومعسكرات وتمركزات عناصر مقاتلة ومخزن سلاح وزخيرة يعني حزب الله مش بس تجهل فكرة انه مخترق على مستوى الافراد ده كمان تجهل فكرة ان الامار الصناعية الاسرائيلية والامريكية قادرة تصور منصات السواريخ ومخزن السلاح والزخيرة وبالتالي كان سهل جدا على سلاح الجو الاسرائيلي انه يطلع يضربهم واحدة وردتانية لحد ما اصاب حزب الله بالشلل حضرتك تقولي بالشلل ازاي؟ ده حزب الله الاول مرة يضرب اسرائيل بسواريخ فادي واحد وفادي اتنين والسواريخ فعلا وصلت لعمق 40 كم فقال بحيفة اقولك برافو عليك بس حضرتك ما سألتش نفسك بقى سواريخ فادي واحد واثنين ضربت ايجو وحيفة وفقا لتصريحات حزب الله نفسه قالك ان السواريخ ضربت مجمع للصناعات العسكرية اسمه رافيال لكن فيديو الدربة نفسها زي ما حراج شايف كده بيوضح ان السواريخ ضربت بوابة المجمع مش المجمع نفسه طيب بلاش دي حزب الله قال في تصريحاته انه ضرب على اسرائيل 120 ساروخ ده غير المسيرات اللي ضربتها الميليشيات الايرانية في العراق يعني احنا كده قدام هجوم بالسواريخ التقيلة زائد هجوم بالمسيرات المفخخة السواريخ طالع من جنوب لبنان والمسيرات طالع من العراق حلو كده حضرتك تقول ليه حلو اقولك لا مش حلو لانه وفقا لبيانات هيئة الاسعاف الاسرائيلية كل اللي نتج عن هجمات حزب الله اربع اصابات فقط لغير مفيش وفيات مفيش حد مات اربع بس اللي تصاب في حين ان القصف الجو واللي نفذته طيارات سلاح الجو الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية نتج عنه لحد ما هو التسجيل الحلقة دي استشهد سبعة وتلاتين مواطن لبناني واصابة تمانية وستين ده طبعا غير قادة وحدة ردوان اللي ادفنه تحت انقاض العمارة اللي كانوا بيجتمعوا فيه حكيت لك قصتهم من شوية طيب كده يفضل الدرس الرابع والاخير اللي المفروض نتعلمه من القصف المتبادل بين حزب الله واسرائيل ايه هو الدرس الرابع ان التصرحات الحماسية الحزب الله بتضرنا احنا كعرب قبل ما تضر اسرائيل نفسها يعني لما كل يوم والتاني حضراتك تطلع تقولي انك هتهد وهتكسر وهتحرق وهتحرر وكل هزيه التصرحات الحماسية طيب حلو حضراتك عملت ايه بقى رفعت من روح المعنوية واقنعتين الاسرائيل دي ولا اي حاجة لكن هب فعز ما انا مستنيك تضرب وتكسر وتحرر قالقيك انت اللي بتاخد فوق دماغك بدل المرة اتنين وتلاتة واربعة وعشرة طب ما انا كده كمواطن عربي هتحصل لانتكاسة هتبقى انت نفسك اللي بتثبتلي ان اسرائيل دي جمدة وما حدش قادر عليه في حين ان اسرائيل مش جمدة ولا حاجة كل الحكاية ان انت اللي ضعيف اسرائيل لسه لحد النهاردة ما دخلتش في مواجهة مع جيش قوي علشان اعرف سكانت فعلا جمدة ولا مخوخة من جوه انا اخر معلوماتي عنها انها خدت على دماغها في تنتة وسبعين ومواجهتها ليك انت النهاردة طبيعي انها تكون بهذا القدر من التفوق العسكري لان انت اللي ضعيف مش هي اللي جمدة سيد المواطن دفخ بالمناسبة اوعتها فيه اسرائيل لحد النهاردة لم تزبط تفوقها العسكري الا على حماس وحزب الله والحرس السوري الايراني ودي كلها مليشيات لا تقرن بالجيوش النظامية مهما بلغت قوتهم العسكرية الا انهم يظلوا مليشيات عسكرية بيحاربوا جيش نظامي كامل وجهاز مخابرات كامل بيدعموا الجيش الامريكي والجيش البريطاني وبالتالي حضرتك انا بتدرك ان تصريحات حزب الله الحماسية ما بتعملش حاجة غير انها بتخدم اسرائيل واتضخمها في عيون الشعوب العربية اخر التصريحات دي كان على لسان واحد اسمه نعيم اسم نعيم اسم ده يبقى نايا بحسن نصر الله قالك ايه بقى؟ قالك ان اسرائيل ستموت رعبا احنا هنموت اسرائيل من الرعب قال التصريح ده امتى؟ بعد ما اسرائيل ضربت لهم منصات السواريخ واغتالت لهم قادة وحدة الردوان واغتالت تلات تربع الهيكلة للتنظيم الحزب الله كله طالع بيقولك احنا هنموتها من الرعب حركت اصد منك هتموتها من الدحك قالك لا هنموتها من الرعب طيب تمام ربنا يوفقك الملاحظة التانية اللي عايز حضرتك تاخد بالك منها في حرب جنوب لبنان ان اسرائيل هتضرب دولة ما عندهاش لاسلاح جو ولا دفاعات جوية ولا حتى جاز مخابرات لبنان ما عندهاش حاجة وخلينا نشرح التفاصيلة دي واحدة واحدة اسرائيل اغتالت قادة وحدة الردوان ازاي؟ بعتت لهم طيارة F35 في الضحية الجنوبية في بيروت ضربت لهم العمارة اللي كانوا مجتمعين تحتها مش ده اللي حصل؟ طيب تمام عارف حضرتك ده معناه ايه؟ اولا ان لا حزب الله ولا ايران ولا لبنان عارفوا ان اسرائيل هتنفذ غارة جوية لاغتيال قادة وحدة الردوان معرفوش يعني ايران وحزب الله ولبنان على المستوى الاستخباراتي صفر من عشر في حين ان اسرائيل عرفت ما كان اجتماع قادة وحدة الردوان ومعاد اجتماعهم ومن بعدها اتبلغت باستشهادهم يعني في عز ما العمارة كانت مضطربقة فيه دماغهم الا ان فيه عنصر جوه حزب الله اتصل على اسرائيل وقال لها مبروك يا اسرائيل العملية نجحت الرجالة ايش انت؟ وده معناه ان اسرائيل على المستوى الاستخباراتي عشرة من عشرة طيب الملاحظة اللي بعدها الطيارة الاسرائيلية لما دخلت المجال الجوي اللبناني علشان تنفذ العملية لحد شافها ولا حد حس بيها دخلت لبنان ضربت العمارة بالسواريخ وخرجت من لبنان بدون ما حد ياخد باله وده معناه ان لحزب الله ولا الجيش اللبناني عندهم دفاعات جوية تقدر انها تواجه سلاح الجو الاسرائيلي طب انا اراضي زمتها هل ينفع تدخل في مواجهة عسكرية مع دولة بتمتلك واحد من اقوى اسلحة الجو في الشرق الاوسط وانت حتى ما عندكش سواريخ دفاع جوي ولا رادارات ولا جهاز مخابرات محترم ولا اي حاجة تقدر تواجه بها اسرائيل وتحمي بها المدنيين بتوعك حضرتك عارف ده معناه ايه؟ عارف اختلال ميزان القوى بين اسرائيل وحزب الله ده معناه ايه؟ معناه ان الشعب اللبناني هو اللي هيدفع التمن يا جماعة هو اللي هحسب على المشاريع نفس اللي حصل في غزة هيحصل في لبنان يا فرحيت انك عملت حد في اسرائيل بالطوب ما هي سواريخ حزب الله دي بالنسباني لحد دلوقتي شوية طوب السواريخ ما بتعملش حاجة غير انها تولع في الشجر انما لا بتضرب مطارات ولا مصافي بترول ولا مخزن سلاح ولا مفاعلات نهوية ولا بتضرب اي حاجة عليها الايمة وبالتاني كل اللي بيعمله حزب الله نتيجته صفر في حين ان الطرف التاني بقى لما بيرد عليك وبيضربك بيقسمك نصين حد هنا من حضراتكم تاية في وسط زحمة كل اللي بيحصل ده يسأل سؤال مهم هي الخناء اصلا على ايه؟ يعني حزب الله عايز ايه؟ واسرائيل عايز ايه؟ اقولك حزب الله عايز يجبر اسرائيل على الانسحاب من غزة واسرائيل في المقابل عايز الاسراب توعال موجودين في غزة وخليها نشرح الحياتة دي واحدة واحدة عدد المستوطنين الاسرائيليين اللي هربوا من مستوطنات الشمال بداية من حرب غزة لحد النهاردة تجاوز تقريبا الستين الف مستوطن طيب هربوا ليه؟ لان حزب الله بيدرب المستوطنات بتاعتهم كل يوم والتاني بالسواريخ الستين الف مستوطن دول بقى بيدغطوا على نتنياهو علشان يتفاوض مع حماس ويعمل هدنة فحزب الله يبطل يدرب مستوطناتهم بالسواريخ فيقدروا يرجعوا لبيوتهم مرة تانية حلو كده؟ حركتوا ليه حلو اقولك لا مش حلو لان في المقابل نتنياهو فهم اللي بيحصل وبدل ما يتفاوض قرر انه يضرب حزب الله نفسه ويرجعوا مسافة 30 كيلو متر من جنوب لبنان لحدود بيروت علشان يحول جنوب لبنان كله لمنطقة عزلة وبالتالي يحمي مستوطنات شمال اسرائيل من سواريخ حزب الله حضرتك تقول لي ايوا بس حتى لو افترضنا ان حزب الله رجع مسافة 30 كيلو فهو برضو يمتلك سواريخ ما ده بيتجاوز 80 كيلو وال300 كيلو يعني يقدر بكل سهولة انه يستمر في ضرب ومستوطنات الشمال اقول لك الله ينور عليك انت كده مذاكر كويس نتنياهو هو كمان مذاكر كويس وعارف الكلام ده لكن واخد موضوع المنطقة العزلة دي حجة علشان يقدر يستمر في ضرب حزب الله فلما حزب الله يتوجع من كتر الضرب يقوم يترجع عن فكرة دعم حركة حماس فتقوم حماس لما تحس انها لوحدها توافق على صفقة تبادل الاسرة ايا ان كانت شروط نتنياهو هو ده بالزبط اللي بيحصل دلوقتي ما بين نتنياهو حصل نصر الله ويحيا السنوار بيلعبوا مع بعض لعبة القط والفار اللي نفسوا اطول هو اللي هيكسر واللي هيقول اي هو اللي هيخسر طيب ومصر فين من الكلام ده اقولك ان حتى مصر والاردن بيتضغط عنهم بورقة التهجير علشان كل الاطراف تسعى لانهاء الحرب حتى ولو كان التمن هو الموافقة على شروط نتنياهو وهنا حضرتك تسأل سؤال مهم هو نتنياهو جاي بالجرقة دي من ايه جرقة انه يحارب كل الجبهات دي فوقت واحد ومش بس بيحارب ده بيدرف في حزب الله وايران بشكل منفرد بدون اي رد منهم او حتى لو بيردوا فهم بيردوا رد غير مؤثر اقولك الله ينور عليك ده فعلا سؤال مهم تعال انجواب عليه جرقة نتنياهو قوته ما تولدتش النهاردة ولنبارح جرقة نتنياهو قوته امتلكها لما جيش اللبنان اتفكك وحزب الله سيطر على الحكم في بيروت لما ايران وقعت جيش العراق واستبدلته بميليشيات رايحة جاية في شارع بغداد لما ايران وقعت جيش اليمن واستبدلته بميليشيا الحوسيين لما السودان غرقت في حرب اهلية لسه لحد النهاردة مش عارفة تخرج منها لما الجيش اللي بيتفكك واستبدلوه بشوية ميليشيات نتنياهو واسرائيل كلها بعد ما كانت متحصرة بمجموعة من اقوى الجيوش العربية قدرت توقعهم واحد وراء الثاني وتستبدلهم بميليشيات ملهاش اي وزن عسكري فكانت النتيجة ان اسرائيل هي اللي بتضرب فيهم للنهار بالسواريخ والطيارات بدون ما حد يقول لها انت بتعملي ايه ولا حتى ليه وسيد المواطن علشان اكون صادق معك انا صحيح متعاطف مع الشعب اللبناني بس في نفس الوقت بلومه انت اللي فردت في جيشك واستبدلته بحزب الله جاي النهاردة تقول لنا بغرق طب انا مين يساعدني في سد النهض مين يساعدني في حرب ليبيا مين يساعدني في حرب السودان مين يساعدني في حرب غزة ده انا باسم الله ما شاء الله عندي بدل الجبهة اربعة وكلهم صناعة اسرائيلية ده انا باحمد ربنا ان انا لسه واقف على رجلي بابوس ايدي وشي وضهر ان حدود لسه زي ما هي بل امها من اليمين والشمال والشرق والغرب علشان عد اليوم بيومه وفي الاخر عايز تدفع نانا تمن غلطتك انت عايز تدفع نانا تمن مشاربك انت احاسب على فطورتك ليه طيب يعني باي منطق عايز نخربها عندي علشان اسندها عندك حزب الله اعلن رسميا انه بدأ معركة يوم الحساب هو سمها كده السواريخ اللي بيضربها دلوقتي على اسرائيل سمها معركة يوم الحساب وانا بقولك هي فعلا معركة يوم الحساب بس لحسابك ولحساب اسرائيل اللي هيحاسب على الحرب دي هو الشعب اللبناني زي ما حاسب عليها قبل منه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الشعوب هي اللي بتحاسب دلوقتي على فواتر ايران وحزب الله فيه اية عظيمة في القرآن الكريم بتقول وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا وما تدري نفسهم باي ارض انت موت فاتمنى من كل قلبي اكون انا اللي غلط وهم اللي صح اتمنى من كل قلبي ان النصر يبقى من نصبهم هما اتمنى من كل قلبي يكونوا بيخططوا الحاجة محدش عارف عنا حاجة بيخططوا الحاجة كبيرة تفرحنا وتنسينا اللي عشناه من بداية اجتيح غزة لحد النهاردة نتمنى ربنا يحفظ اهلنا في لبنان وما يدفعوش نفس التمن اللي دفعته غزة ولسه بتدفعه لحد النهاردة وهنا بقى السؤال لحضرتك تفتكر يوم الحساب اللي اعلن عنه حزب الله مجرد تصرحات حماسية زي اللي عودون عليها ولا فعلا قدر يستعيد توازنه وهينفس ضربة فاجئ اسرائيل وتكبرها على انهاء الحرب بالبلد كده تفتكر حزب الله هيبقى قد كلمته والله هيطلع فانجاري بقى ترجمة نانسي قنقر